ما هو المساعدة لتحرق عندما تحرق دراجات؟ أ. المساعدة للمساعدة لدوة عام ودوة 50 دولار ب. المساعدة بمساعدة ب. دوة 500 دولار ومساعدة بمساعدة و. دوة 100 دولار ما هي عقوبة القيادة أثناء حيازة المخدرات؟ أ. فقد الرخصة لمدة عامان وغرامة لا تقل عن 50 دولار ب. خمس سنوات سجن ب. خمسمائة دولار غرامة وسنة سجن دال لا توجد إجابة صحيحة فقد الرخصة لمدة عامان وغرامة لا تقل عن 50 دولار كيف أحبت المساعدة لك تتحرك المخدرات؟ كيف أحبت المساعدة لك تتحرك المخدرات؟ كيف يمكن أن تقل عن طريق المخدرات؟ فقد الرخصة لمدة عامان وغرامة لدوة عامان ب. خمس سنة ب. خمس سنة ب. خمس سنة كم مرة تسمح لك إدارة المرور بأن تأخذ دورة القيادة الوقائية السليمة؟ والتي بها يمكن خصم نقاط من سجل رخصات القيادة؟ أ. مرة كل ثلاث سنوات به مرة كل عشر سنوات G. مرة كل السنة دال مرة كل خمس سنوات الإجابة د. مرة كل خمس سنوات مرة كل خمس سنوات كم مرة تسمح لك إدارة المرور بأن تأخذ دورة القيادة؟ أ. مرة ب. ننتي يوم C. مرة كل خمس سنوات الشخص الذي معه تصريح خاص ساري كم متعلم من برنامج ترخيص صائق للصائقين الجدد ما يعرف بالملح التدريجي تكون رخصته صالحة لغاية أ. 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 مرة كل خمس حين الأ. واحد أ. 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 صلوات ماذا يجب أن تفعل في حال وقوح حادثة ألف توقف أطلب المساعدة ب أطلب الشرطة وأدلي بالمعلومات جيم أطلب شركة التأمين وأدلي بالمعلومات ده كل ما سبق الإجابة ده كل ما سبق متى سيتم إشعار الصائق بأنه سيتم سحب الرخصة منه؟ ألف عند حصولك على أربع نقاط عند حصولك على ست نقاط جيم عند حصولك على عشر نقاط دال عند حصولك على اتناشر نقطة الإجابة ده كل ما سبق عند حصولك على اتناشر نقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر